اشتركوا في القناة بإجمال مسطح 83 ألف متر بعمق خمسة متر كراكة طاحية مصر يا فندم كراكة كهربائية هولندية الصنع بمعدل تكريك 2500 طن ساعة المصنع العائم يا فندم بإجمال مسطح 2800 متر والخاص باستخلاص الركاز بمعدل 158 طن ساعة هنا يا فندم بيكون منطقة تشوين الركاز اللي بيتم نقله باستخدام الشاحنات الى مصنع فصل المعادن واخيرا هنا يا فندم منطقة تجميع الرمال الصفراء والشوائب اللي بتستخدم في عمل التسويات والردم خلف الموقع الحقيقة يا فندم طريقة تنفيذ المصنع العائم كانت تحدي كبير بالنسبة لنا يكونه أول مرة يتم تنفيذه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدرنا يا فندم نتوصل لطريقة مبتقرة تمكننا من العمل على التوازي في تجهيز البحيرة الصناعية لاستقبال كراكة طاحية مصر وفي نفس الوقت نجمع وننشئ المصنع العائم وده يا فندم عن طريق عمل حوض جاف باستخدام الستار اللوحية المزدوجة بعمق 20 متر يدرنا يا فندم نجمع المصنع بالكامل داخل الحض وتم تعويمه أيضا يا فندم داخل الحض بالاستعانة بمكتب استشاري إنجليزي وبكده يا فندم يدرنا نوفر 6 شهور في مدة تنفيذ المشروع أي أمر يا فندم تمام يا فندم مهندس رضا حماد المدير التنفيذي للشركة المصرية المال السوداء مجمع مصانع الفصل يا فندم يقيم على مساحة 80 فدان وهو يحتوي على مجموعة من المنشآت والمناطق الصناعية نبدأ بالمنطقة الصناعية ويتكون من عدد 6 مصانع لفصل عدد 6 معدن اكسرالية سقيلة أول مصنع عندنا وهو مصنع فصل معدن المجنطيت وتجهيز الخامات لباقي المصانع المصنع الثاني هو مصنع الزركن مصنع الرطيل مصنع المونازيت مصنع المنايت والجرنت إلى جانب مجموعة من المنشآت التي تخدم العملية الصناعية زي ورشة إصلاح وصيانة المعدات مخزن قطع الغيار معامل البحوث والتطوير وعندنا محطة الوقود عندنا محطة تحليط مياه البحر ومعدل إنتاجها 4200 متر يوميا خزان المياه الصناعية اللي بنستخدمه في المياه الصناعية وخزان ده بياسة 46 ألف متر مكعب عندنا المبنى الأخير الخدماء الخدمي هو مبنى التعبئة والتغليف إلى جانب وجود عندنا بعض المناطق الأخرى اللي بيتمت فيها تخزين وتشوين باقي المنتجات مع منطقة المنطقة الإدارية اللي بتخدم العملية الصناعية وأخيرا عندنا المنطقة الخضراء واللندسكيبل الموجودة في المصنع أيها ومر فانا اللي بيتمت شكرا